اشتركوا في القناة محافظة البحيرة وموجه اول محاسبة سابقة مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلبت وطالبات الفرقة الاولى مع مادة مبادئ المحاسبة المالية مادة مبادئ المحاسبة المالية شرحنا قبل كده المحاضرة الاولى النهاردة بنكمل المحاضرة التانية على الجزء النظري الذي لا غنى عنه يعني لازم الجزء النظري الاول يتفهم وينشرح عشان بعد كده ده اللي هيوصني للجزء العملي واللي هيبصت معي الجزء العملي واللي هيخليني فهم كل مصطلح وكل لفظ وكل كلمة معناها ايه ووضعها ايه على بركة الله مبادئ المحاسبة المالية كلية التجارة الفرقة الاولى ترم اول المحاضرة التانية بعد ما تكلمنا على الاصول في المحاضرة الاولى الاصول بانوح حتى الاتة الاصول المتدولة قصيرة الاجل الاصول السبتة تمام كده وبعد كده الارصد المدينة اليه الاخرى زي ما تكلمنا فيهم بالتفصيل هنتكلم النهاردة على الالتزامات ماذا تعني الالتزامات والالتزامات على مين والمين التزامات يعني المنشاة ملتزمة ايوة لمين ملتزمة لملكة ايوة ممثلة في حقوق الملكية وملتزمة للغير ايوة ممثلة في الخصومة يبقى الالتزامات هي عبارة عن مصادر تمويل الاصول من خارج المشروع الالتزامات هي عبارة عن مصادر تمويل الاصول يعني رأس المال بتاع المشروع ده مصدره ايه جاي منين من صاحب المشروع او صاحب المنشاة ايبقى دي بقى ملكية بتاعته هو ملكية فردية لا ده في بقى ايه مصادر تمويل من خارج المشروع طيب اللي بقى هي الديون او التعهدات التي يلتزم المشروع بسددها للغير هي ايه الديون او التعهدات التي يلتزم المشروع بسددها للغير وتنقصم الى التزامات طويلة الاجل والتزامات قصيرة الاجل ناخد كل كلمة ونفسرها طيب واحد ايه الالتزامات طويلة الاجل ماشي وليتم الوفاء بها يعني سددها سدد هذه الالتزامات بعد اكثر من سنة طب تشمل ايه القروض طويلة الاجل مدتها اكثر من سنة واوراق الدفع طويلة الاجل مدتها اكثر من سنة اتنين الالتزامات قصيرة الاجل يتم الوفاء بها وسددها خلال سنة او دورة تشغيلية ايهما اطول خلال سنة تمام كده يعني بحد اقصى سنة او دورة تشغيلية ايهما اطول في الاتنين ومن امثلتها ايه اوراق الدفع ها حسابات الموردين تمام كده القروض قصيرة الاجل حساب البنك سحب على المكشوف والمصروفات المستحقة والايرادات المقدمة كل دول البنود بتاعة الالتزامات قصيرة الاجل نخدم واحدة واحدة طي ايه هي اوراق الدفع فكليل لما كنت بتكلم في الاصول على اوراق القبض اللي هي الاوراق التوارية اللي هي الكنبيالات والسندات ايوة ده بالنسبة لما نكون احنا لنا حقا عند ناس وبنخدمه ايد بمستندات طب لو احنا بقى اللي علينا للغير يبقى لازم هندفع في تاريخ الاستحقاق هندفع الفلوس او هندفع الكنبيالات او السندات دي اوراق الدفع اللي هي الاوراق التجارية بس المرة دي ايه على المنشأة للغير على المنشأة ماشي يعني كمبيالات وسندات متاخدة علينا احنا واحنا اللي هندفعها عشان تسمعه اوراق الدفع اوراق تجارية على المنشأة للغير اللي هي كمبيالات او سند ازني تستحق خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا لا تزيد عن سنة او دورة تشغيلية يومي اطول دي اول واحدة اوراق الدفع طب ايه بقى حسابات الموردين اللي هو اسمها الدائنين اللي هي المطلوبات موردين دائنين مطلوبات التلات كلمات دولي بنفس المعنى مراضفات حسابات الموردين طب عرب البالد دي كده الموردين ايه اللي احنا مناخد منهم بضاعه واردونا بضاعه ولسه ما دفعناش ايه تمانها خلاص كده طيب ايه الموردين الدائنين مطلوبات وهي تمثل مبالغ مستحقة على المشروع للغير وينبغي سدادها خلال الفترة الايه القصيرة ما هي كل الالتزامات قصيرة الاجل من اسمها بتسدد خلال فترة ايه قصيرة ثلاثة القروض قصيرة الاجل اخدين قرد من البانك لمدة مثل سنة واقل من سنة ومطلوب نسدده القروض قصيرة الاجل هي مبالغ يتحصل عليها او يتحصل عليها من البانك او من الغير يعني مش شرط القرد يكون من البانك من اي مؤسسة من اي جامل اي شخص هي مبالغ يتحصل عليها من البانك او من الغير ويجب الوفاء بها وسدادها خلال ايه سنة تمام اربعة تعاني شو بها حساب البانك اسمه سحب على المكشوف قل بالكم انواع الحسابات البنوك هنبنغدوها بالتفصيل في حساب جاري وحساب ايداع دي حسابات مدينة طبعا الاصول حساب سحب على المكشوف خلاص كده وحساب اعتماد دي حسابات دائنة دي في الخصوص فانا بقولك حساب البانك سحب على المكشوف يعني ايه اللفظ سحب على المكشوف السماح للمنشأة بالسحب من حسابها الجاري من البانك رغم عدم وجود رصيد بهذا الحساب الله يعني انا رصيدي في الحساب الجاري في البانك صفر ورغم ذلك عايز نسحب فلوس طب البانك هيديني بناء على ايه عبدا مام صمعتي المالية برغم ان الغطاء النغضي بتاعي سفر يقولك ايه بقى في الاقتصاد معرّة اقتصادية يعني بدون غطاء نغضي يبقى حساب البانك سحب على المكشوف اهو بتسحب وانت ملكش رصيد السماح للمنشأة بالسح من حسابها الجاري من البانك رغم عدم وجود رصيد بهذا ايه الحساب طيب تعالى خمسة المصروفات المستحقة مستحقة على مين على المنشأة لمين للغير نتيجة ايه انها استفادت بحاجة بس لسه قيمتها ما نفعتهاش المصروفات المستحقة هي مصروفات استفادت المنشأة بخدماتها خلال الفترة اجرت محل من منشأة اخرى او من صاحب عقار اجرت منه محل واستفادت منه سنة كاملة وعدت السنة وليسه ما نفعتش الايجاب تمام كده عليها اجور مستحقة للعماء عدت السنة وليسه ما نفعتها ايه بل المصروفات المستحقة هي مصروفات استفادت المنشأة بخدماتها خلال الفترة غير انها لم تسدد بع وسوف يتم سددها تمام كده في الفترة المقبلة اللي جاية ومين امثلتها ايه اهو الاجور المستحقة الفواد المستحقة الايجار المستحق جميل ستة الايرادات المقدمة عكس المصروفات المستحقة ايرادات مقدمة اه يعني احنا اخذنا من الناس فلوس خلال اكتسبناها اخذناها ولسه ما قدناش بيها خدمات له الارادة المقدمة اللي هالغير مكتسبة مش ايرادات مقدمة ما بلغ محصلة غير مكتسبة ما اصبحتش من حقنا لحد دلوقت الارادات المقدمة الغير مكتسبة وتسمى ايرادات محصلة مقدما يسمى إيرادات محصلة مقدمة طب هي مبالغ حصلتها المنشأة خلال هذه الفترة مقابل تأديد خدمات لم تؤدى بعد مقابل نحن نؤدي للناس خدمات لسه ما أدناها لم تؤدى بعد وسيتم أدائها في الفترة المقبلة مثلي بقى إيراد الإيجار المقدم أنا مأجر لك محل بدل من أخذ إيجار سنة أخذ إيجار مقدم على الخمس سنين طب يعمل لسه الخمس سنين مع الدوش نقول لك أنا أنا شغلي كده بناخد منك إيجار مقدم خمس سنين تخلص السنة نخصم إيجار السنة من المبلغ لأننا نخدته منك مقدمات بس إنت لسه مقدت ليش بيخدمة هو اسمها كده إيراد الإيجار المقدم أو اسم إيراد عقار المقدمات وإيراد الخدمات المحصلة مقدمات خلاص خلصنا كل دولي معايا كده قلنا في الاتزامات اتكلمنا عن الاتزامات طويلة الأجل وتكلمنا عن الاتزامات قصيرة الأجل الست بنود دولي طيب عايزين نفرق بين الإيرادات والمصروفات دولي بقيل لنا إيرادات ومصروفات ونتيجة عمال المشروع إيه هي الإيرادات هي عبارة عن تدفقات نقضية داخلة آه فلوس دخلة دخلة المنشأة دخلة الخزينة عبارة عن تدفقات نقضية داخلة أو هي الزيادة في قيمة الأصول أو النقص في الالتزامات أو كليهما يبقى الإرادات فلوس دخلنا أو زادت قيمة الأصول أو نقصت قيمة الالتزامات أو الاتنين مع بعض زي ما هناخد في معدلة الميزانية ممكن أن الأصول تزيد والالتزامات تنقص أو كليهما ويترتب عليها زيادة في حقوق الملكية هذه الإرادات يبقى عرف لكده الإرادات اللي هناخدها فيما بعد اسمها صافي الربح بتزود حقوق الملكية عكسها بقى المصروفاء فلوس طلعها هي فلوس انسرفت أبار عن تدفقات نقدية خارجة يبقى الدخل اسمها إرادات الخارجة اسمها مصروفات أبار عن تدفقات نقدية خارجة أو النقص بس عكس الفوق اللي فوق اللي يرادتك اسمها الإزادة في الأصول لا هنا النقص في الأصول طب هو كان اسمها النقص في الالتزامات لا هنا الزيادة في الالتزامات أو كليهما ويترتب عليها نقص في حقوق الملكية الإرادات بتزود حقوق الملكية ممثلة في صافي الربح طب هو فرض في صافي اخسارة تنقص حقوق الملكية أخذ نقطة هنا بقى نتيجة أعمال المشروع في كلمته لو كانت الإرادات اللي تدفقات نقدية داخلها أكبر من المصروفات اللي تدفقات النقدية الخارجة فإن الناتج صافي ربح انت بتقول لي جيبي اليمين دخل فيه 100 جنيه جيبي اليمين قد إرادات جيبي الشمال خرج منه 70 70% اللي لسه داخلية يبقى الصافي تقول لي الصافي موجب يعني يعني ربح 30 جنيه يبقى لو كانت الإرادات أكبر من المصروفات فإن الناتج صافي ربح طيب وإذا كانت المصرفات أكبر من الإيرادات فإن الناتج صافي خسارة صافي إيه؟ خسارة مستمرين مع حضراتكم في المحاضرة التانية طيب نكمل في المحاضرة التانية مبادئ ديه المحاسبة المالية كلية التجارة الفرقة الأولى ترم أول كل اللي إحنا شرحنا لحد الوقت كان اسمه يبقى وظيفة القياس آه من وظيفة المحاسبة ماشي مبادئ المحاسبة المالية إيه وظيفة القياس هندخل دلوقت ثانيا وظيفة الاتصال وظيفة الاتصال بتهتم بعرض نتائج القياس المحاسبة وتوصلها للمستخدمين أو المستفيدين من خلال القوائم المالية قوائم المالية اللي هنأخذها فيما بعد قيمة الدخل وقيمة المركز المالي وقيمة الدفقات النقدية وقيمة حقوق الملكية يبقى وظيفة اللي إيه الاتصال تهتم بعرض نتائج القياس المحاسبة وتوصلها للمستخدمين أو المستفيدين من خلال القوام المالية قول لي بقى مين بقى اللي هيستخدموا ويستفيدوا من هذه المعلومات أو البيانات أهم مستخدمين المعلومات المحاسبية اللي هم واسموهم الأطراف المستفيدة من أعمال المحاسبة شو بقى المستخدمين للمعلومات المحاسبية أو الأطراف المستفيدة من أعمال المحاسبة واحد ملاك المشروع أيوة يهمهم يكون عندهم معلومات عشان يقيموا بها المشروع وبتاحهم اتنين إدارة المشروع مجلس الإدارة ثلاثة الدائنون أو المقردون الدائنون والمقردون وحملة السنداء عشان يشوفوا ديونهم وفلسهم اللي جوة المشروع أو الشركة دي سيحصل لها أو ستتسدد إزاي أعرف ليه بس انت كلمة الأطراف ملاك المشروع إدارة المشروع الدائنون والمقردون وحملة السنداء أربعة مصلحة الضرائق تقول لي وإيه علاقة بقى مصلحة الضرائق بالمشروع هي الضرائق ستسيبك كده ما يلازم عليك كل سنة في شهر ثلاثة ويعملوا لك إقرار ضريبي أو أنت تقدم إقرار ضريبي ويجي حسبوك على صاف الربح اللي أنت حققته أو كسبته خلال السنة تأخذو الكلام بالتفصيل في محاسبة الضرائب مصلحة الضرائب حتى تستطيع أن تحتسب الضريبة المستحقة بس في شرط إيه امساك دفاتر منتظمة أن تكون الشركة أو المشروع لديها امساكنا تحتفظ بدفاتر منتظمة بتسجل فيها كل حاجة خمسة المحللون الماليون ستة المستثمرون الحاليون والمحتملون الناس المستثمرين في المشروع أو اللي بتفكر تدخل المحتملون سبعة العاملون العاملون في المشروع عشان يعرفوا الحوافز بتاعتهم حتنقص أجورهم مرتباتهم وكفاءاتهم علاواتهم هذه السبع أطراف المستفيدة من أعمال الإيه المحاسبة طب حنقسمها دلوقت لشقين وبذلك يمكن تقسيم الأطراف المستفيدة ونعملها محاسبة إلى فيه الأطراف الداخلية اللي هي داخل المشروع نفسه وفيه الأطراف الخارجية الأطراف الداخلية عند الإدارة عند المديرين عند أصحاب المشروع عند الموظفون هذه الأطراف الداخلية أربعة الأطراف الخارجية المستثمرون قلنا سواء الحاليون أو المحتملون والمقردون أو البنون والضرائب والأجهزة الحكومية ذات الارتباط بالمشروع تمام دي كان ثانيا وظيفة الإيه الاتصال تمام كده اتفضل لنا جزء كمان نظري نختم به المحاضرة دية خليكم معانا يلا بينا على بركة الله نكمل المحاضرة التانية مبادئ المحاسبة المالية كلية التجارة الفرقة الأولى ترمى أول الافتراضات الأساسية للمحاسبة الافتراضات الأساسية للمحاسبة الافتراضات والمبادئ دي يا جماعة صلب المحاسبة صلب علم المحاسبة فهنفهمه كده بالراحة الافتراضات الأساسية المحاسبة واحد افتراض الوحدة الاقتصادية أو المحاسبية افتراض الوحدة الاقتصادية أو المحاسبية وهذا يعني استقلالية المنشأة عن ملكها يعني المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة عن ملكها المشروع ده بتاع حسن برمو لا ده اسمه شركة مثل الإخلاص أو شركة المحبة أو شركة كذا يبقى أنا بنتعامل مع الاسم الاعتباري أو التجاري ده معناه أيها اسمه افتراض الوحدة الاقتصادية والمحاسبية وهذا يعني استقلالية المنشأة عن ملكها وعن غيرها من المنشآت أي أن المشروع منفصل ومستقل بذاته عن الأشخاص الذين يزودونه بالأصول أي ملك المشروع يبقى باختصار المشروع منفصل عن ملكه هذه افتراض الوحدة الاقتصادية أو المحاسبية اتنين طب هل المشروع ده عامله عشان شهر وشهرين وبعد كده نقفله لا ده بيفتراض فيه استمرارية عشان الأطراف اللي حيتعاملوا العملاء والموردين والجهات كلها اللي حيتعامل معاك وبعد الشهر اللي قاية المشروع بتاعك مفول مينفعش اتنين افتراض الاستمرارية بمعنى استمرارية مباشرة ومزولة المنشأة لأعمالها لمدة طويلة المدة دي ايه تكفي لتحقيق أهدفها والوفاء بتعهداتها والتزاماتها يعني من افترض ان المشروع والمنشأة مستمرة في مزولة اعمالها لفترة طويلة ثلاثة فرض القياس النقدي المعاملات كلها بتتم بايه بوحدة النقدي المتفق عليها اللي هي عملة البلد احنا عندهنان الجنيه المصري فرض القياس النقدي يتم قياس جميع المعاملات بوحدة النقدي المتفق عليها للعملة بدون تغيير القوة الشرائية لها ماشي ايه يعني تغيير القوة الشرائية لها ايه موقيمة الجنيه بتزيد وتنغص لا بنسبتها وهذا الافتراض يرتبط ارتباطا وصيقا بمبدأ التكلفة التاريخية ده تالت افتراض اللي هو فرض القياس النقدي اربعة اخر افتراض افتراض الفترات المحاسبية او الدورية افتراض الفترات المحاسبية او الدورية ماشي اه معنى ايه ويعني تقسيم الحياة الاقتصادية للمشروع الى فترات زمانية دورية منتظمة عادة سنوية يعني اننا عمل مشروع مثلا لمدة عشر سنين هل هنتني العشر سي نشتغل ونبيع ونرد ونعمل ونحصل ونعدم ونسدد ونتن العملية مفتوحة كده من غير ما نوقف عند نقطة او محطة نعرف انا نتيجة النشاط بتاعي ايه قالك لا ده انت بتقسمها لفترات دورية سنوية ها يعني في نهاية كل سنة بنعمل حاجة اسمها لحسابات الختمية والقوائم المالية ويعني تقسيم الحياة الاقتصادية للمشروع الى فترات زمانية دورية منتظمة عادة سنوية حيث يتم قياس نتائج نشاط المنشأ خلال الفترة المحددة واعداد القوائم المالية في نهاية تلك الفترة هذه الاربع افتراضات الاساسية للمحاسبة اللي بتقوم علمه المحاسبة كليتا طيب فيه بقى مبادئ المبادئ المحاسبية الاساسية المبادئ المحاسبية الاساسية عندي اربع مبادئ واحد مبدأ التكلفة التاريخية اثنين مبدأ تحقق الايراد ثلاثة مبدأ المقابلة أربعة مبدأ الإفساح الكامل تعال نعرف كل مبدأ من المبادئ دي مبدأ التكلفة التاريخية تبقى لهذا المبدأ يتم تسجيل الأصول والالتزامات بقيمتها في تاريخ اقتنائها والحصول عليها بغض النظر عن تغير قيمتها كلمتين اتنين أنا بنعمل مثلا قيمة مركز مالي بنعمل بيزانية عمومية فنحطت في الأصول كاتب أراضي 10.000 جنيه كاتب مثل أساس أساس بالث 5.000 جنيه تقول لي أراضي السنة دي في سنة 2022 أراضي بعشر تلاف جنيه إلا أراضي بعشر تلاف جنيه تتشاري متر ده نقول لها يا حبيبي ده أنا كنت تشاري المساحة دي كلها من 30 سنة أو 20 سنة كان ساعتها ساعتها في تاريخها القيمة عاملة بس الكام 10.000 جنيه آه يعني أنت ماشي على القيمة الأديمة اسمها القيمة التكلفة التاريخية أو الدفترية متسجلة بقيمة وقت الحصول عليها أو اقتناءها يبقى مبدأ التكلفة التاريخية تبقى لهذا المبدأ يتم تسجيل الأصول والالتزامات بقيمتها في تاريخ اقتنائها والحصول عليها بغض النظر عن تغير قيمتها في أي فترات لاحقة التغيرات دي منكشت بعد دلوقتي منكشت دعوة بيها أنا بسجلها بقيمتها يوم ما اشتريتها اسمت تكلفة تاريخية اتنين مبدأ تحقق الإيراد مبدأ تحقق الإيراد بقول لي يرتبط هذا المبدأ بتوقيت الاعتراف بالإيراد في السجلات المحاسبية بمعنى واقعة تحقق واكتساب الإيراد أنا قدت لك خدمة النهاردة الخدمة دي قيمتها خمس تلاف جنيه خلاص قدت لك بالفعل هوا تم هنسجل خمس تلاف جنيه تقول لي بس انت لسه محصلتش خمس تلاف جنيه مني دم على الحساء نقول لك أنا مبدأ اسمه تحقق الإيراد الواقع اللي اتسابته فيها بصرف النظر عن ام تتحصل او ام تتسدد يبقى مبدأ تحقق الإيراد يرتبط هذا المبدأ بتوقيت الاعتراف بالإيراد في السجلات المحاسبية بمعنى واقعة تحقق واكتساب الإيراد طيب تلاتة مبدأ المقابلة هتقابل ايه هنقابل الإيرادات بالمصرفات عشان نعف نتيجة المشروع نشوف على مدارة سنة كاملة أنا جالي إيرادات هديه لها تدفقات النقضية الداخلة وسرف تقد إيه تدفقات النقضية خارجة عشان نشوف النتيجة يطلع صافي ربح يصافي خسارة يبقى مبدأ المقابلة يعني حاجة فوش حاجة بمعنى مقابلة الإيرادات التي تحققت خلال الفترة بإيه بالمصرفات التي تحملتها المنشئة خلال الفترة ليه للوصول لرقم صافي الربح الخاص بالفترة تمام آخر مبدأ مبدأ الافصاح الكامل الأفصاح الكامل تبين لي وتوضح لي كل حاجة يعني كل حاجة تكون واضحة وفيها شفافية مبدأ الافصاح الكامل يتطلب هذا المبدأ ضرورة أن تكون القوائم المالية كاملة وتشتمل على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق عنها يعني ما تخفيش حاجة ما فيش حاجة من تحت التربيز كل واضح دولي كانوا المبادئ المحاسبية الأساسية المبادئ المحاسبية الأساسية الأربعة طيب وأنا بنطبق بقى المبادئ دي في قيود بتحكمني دي أخل شوية القيود التطبيقية عنده تطبيق المبادئ المحاسبية القيود التطبيقية وأنا بنطبق المبادئ دي في حاجات بتحكمني روابط كده ألف السبات أو التجانس يعني كلمة السبات أو التجانس التجانس البنت الشاب هو التماثل السبات أو التجانس يقصد به التزام المنشأة عند استخدامها لأحد الطرق المحاسبية بعدم تغير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة آه ده كلام كبير بقى كلام كبير يعني يقول لك لو المنشئة دي مثلا مستخدمة الطريقة مثلا الإيطالية أو الطريقة الفرنسية أو الطريقة الإنجليزية تمام وبتطبق كل المحاسبة في ظل الطريقة دي يقول لك إيه ما تجيش بقى كل 3-4 شهور تقول لا دي الطريقة الفرنسية ما نفعتش معنا تعال نجرب الإيطالية تعال نجرب الإنجليزية لا حاجة تانية مثلا المنشئة الشركة بتعمل حاجة اسمها إهلاك للأصول السابقة بتستخدم حاجة اسمها طريقة القسط السابق يبقى تستمر عطوله في طريقة القسط السابق أما لو بتستخدم حاجة اسمها طريقة إهلاك القسط المتناقص يبقى تستمر عن أنت ماشي عليه يعني سكة واحدة يقصد بيه التزام المنشئة عند استخدامها لأحد الطرق المحاسبية بعدم تغير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة يعني إذا إلى الظروف إلا اضطرتنا يعني بتقولي أنا بتكلم مع الشريكي بقوله إيه مع الشريكي في الشركة بقوله إيه خد بالك الفترة جديد حيحصل لني حنحاها أرباح كبيرة أوي وأرباح دقاء حننقدغ ونتبسط ويلة خيره يقولك لا إنسى الكلام ده إنسى ما نعترفوش بأرباح محتملة إلا لما تحصل بالفعل بعكس لو قلتولي إحنا ممكن نتوقع أن إحنا نخسر كذا وكذا وكذا تخيل إن الخسارة المحتملة والمتوقع دي تأخذها في الاعتباء يعني تحطها قدامك كده تحطها نصب عيونك الخسارة أيوة لكن الأرباح لا أو ده اسم مبدأ الحيطة والحزر أو التحفظ بصة أقولك تعني عدم أغز أية أرباح محتملة في الاعتباء إلا إلا لو قطعتها عند تحققها بصورة مؤكدة مؤكدة بينما يجب أن يؤخذ في الاعتباء أي خسائر متوقعة في المستقبل في المستقبل المبدأ دي إحنا بنعلمه بنعلمه بالطلبة بتوعنا في التجاري مثلا والمعاهد وكذا بنقول ما إيه اسم مبدأ الحيطة والحزر تأخذ جميع الخسائر المتوقعة في الاعتباء أو في الحزباء بينما لا تأخذ الأرباح المتوقعة في الاعتباء آخر حاجة الأهمية النسبية الأهمية النسبية يعني إيه يعني مش أي حاجة صغيرة بتستهجش كده ضيعة وقت فيها وتحليل مالي ومعرفش إيه ومراجعات لا الأهمية النسبية بمعنى أن الاهتماء بتوفير الدقة في معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية بيتوقف على إيه بقى يتوقف على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بكده نكون أنهينا المحاضرة التانية لأبناء وبناتي طلبت وطلبات كلية التجارة الفرقة الأولى في مادة مبادئ المحاسبة المالية غطينا كده في المحاضرتين دولي الجزء النظري اللي هو المدخل الأساسي لأي محاسبة عشان إن شاء الله المحاضرة اللي جاية ندخل بقى في الجزء العملي فعلى بركة الله كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إتكو التجارية محافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة